لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اهلا بك يا جماعة معاك وشي سامسونج اعلنت مؤخرا عن هاتف جديد من هواتف الفاء المتوسطة وهو سامسونج جالاكسي اي 41 الهاتف تقريبا جاي خليفة هاتف سامسونج جالاكسي اي 40 ولكن مع بعض التحسينات اللي نتعرف عليها مع بعض دلوقتي فخلونا كنا نشوف المواصفات مع بعض دي اي ولو لسه مشروكتش في القناة انزل للوقت تشترك وفعل زر الجرس يلا بينا نبدأ نشوف مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي اي 41 اول حاجة هنتكلم عليها كده الشاشة اللي هتكون سوبر امرض وبكياس 6.1 انش وبضقة الالف وتمانين في الفين تلتمية واربعين بيكسل وبجودة الفول اتش دي وبكسافة بيكسلات ربعمية واحد وتلاتين بيكسل لكل بوصة وهيكون موجود في الشاشة الامامية سجب صغير جدا من نوع انفينيتي يو ده هيكون خاص بالكاميرا الامامية اللي هنتكلم عليها بعد شوية ولكن الشاشة هنا غير مزودة بطبقة حماية خاصة بالخدوش والصدمات مش عارف ايه النظرية في كده من سامسونج ولكن خلونا نكمل مع بعض فبعد كده نروح للمعالج واداء الجهاز ونشوف الاداء هيكون عامل ازاي والمعالج اللي هيكون موجود فيه كمان هيكون معالج من نوع ميديا تيك اللي جاني عن التعريف طبعا هيكون معالج هليو بي خمسة وستين سوماني النواة وبدقة التصنيع اللي اتناشر نانوميتر وكمان معالج رسومي من نوع ميل جي اتنين وخمسين ام سي تو الزاكرة العشوائية هنا في هاتف سامسونج راكسي اي واحد واربعين هتكون اربعة جيجا رام وزاكرة سلبة اربعة وستين جيجا بايت وستقدر كمان هنا تزود التزاكرة عندك حتى خمسمية واثناشر جيجا بايت ودي حاجة كويسة جدا سامسونج عملتها بحيث لو انت عايز تزود الاربعة وستين جيجا فعندك امكانية ان انت تقدر ترفعها لحد خمسمية واثناشر جيجا بايت طبعا الاداء العام هنا هيكون جيد وشركة سامسونج بتستهدف بالهاتف بتاعها ده الفاق المتوسطة فخلونا بقى نروح بعد كده للقاميرات الامامية والقاميرات الخلفية اللي هتيجي في هاتف سامسونج جالاكسي اي 41 اللي هيجي بقاميرا امامية بدقة 25 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F2.2 وهتكون موجودة تحت سوك بصغير في الشاشة من نوع انفينيتي يو ازي ما قلنا من شوية القاميرا الامامية دي هتدعم الـ HDR وتقدر تصور بيها فيديو بدقة الـ Full HD بـ 1080 بيكسل وبسرعة 30 قطار في الثانية الواحدة كاميرا كويسة جدا وهتقضي معاك الغرض المطلوب منها بالزبط اما بالنسبة للكاميرا الخلفية فهتكون كاميرا خلفية ثلاثية وبعدسة اساسية بدقة 48 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F2 والعدسة الثانية هتكون بدقة 8 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F2.2 للتصوير بزاوية واسعة الـ UltraWire والعدسة الثالثة والاخيرة هتكون بدقة 5 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F2.4 دي لتصوير العزل والبرتريك طبعا هيكون موجود فلاش ليد مدمج مع الثلاثة كاميرات الخلفية ومن ناحية تصوير الفيديو فهتقدر تصور فيديو بـ 2160 بيكسل وبسرعة قطار 30 قطار في الثانية الواحدة للشحن السريع بقدرة 15 واط كمان من ناحية مقاومة الهاتف للماء فهيدعم معيار الـ IP68 ده له مقاومة الماء والغبار على حسب ما صرحت سامسونج بالكلام ده اما بقى بالنسبة للشرائح والمستشعرات فهاتف سامسونج جالاكسي A41 هيدعم شرحتين من نوع نانو سيم وهيكون فيه مستشعر بصمة الإصبع اللي هتكون موجودة تحت الشاشة ومش خلف الهاتف المرة دي وبالطبع بيدعم مستشعرات الجيروسكوب والتسارع والبصلة وكمان القرى أما بقى عن نظام التشغيل اللي هيكون موجود في هاتف سامسونج جالاكسي A41 فهو Android 10 بواجهة مستخدم سامسونج 1 UI 2 ومن ناحية الألوان بقى اللي هيتوفر بيها هاتف سامسونج جالاكسي A41 فهيكون عندنا متوفر ثلاث ألوان وهما الأسود والأبيض والأزرق وكمان بالنسبة لموعد توفر الهاتف في الأسواق فحتى الآن لم تعلن سامسونج عن موعد توفر الهاتف وكمان حتى السعر اللي هيتوفر بيه ودي تقريبا كان كل موصفات الهاتف الجديد من سامسونج سامسونج جالاكسي A41 في النهاية لو عجبك هذا الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتضوص لايك وتعمل شير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله اشوفك الفيديو الجاي مع السلامة اهلا بكم يا جماعة معاك وشاء سامسونج اعلنت مؤخرا عن هاتف جديد من هواتف الفاء المتوسطة وهو سامسونج جالاكسي A41 الهاتف تقريبا جاي خليفة هاتف سامسونج جالاكسي A40 ولكن مع بعض التحسينات اللي هنتعرف عليها مع بعض دلوقتي فخلونا كنا نشوف المواصفات مع بعض دي ايه ولو لسه مشوقتش في القناة انزل للوقت اشترك وفعل زر الجرس يلا بينا نبدأ نشوف مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي A41 اول حاجة هنتكلم عليها كده الشاشة اللي هتكون سوبر امولد وبقياس 6.1 انش وبضقة الالف وتمانين في الفين تلتمية واربعين بيكسل وبجودة الفول اتش دي وبكسافة بيكسلات ربعمية واحد وتلاتين بيكسل لكل بوصة وهيكون موجود في الشاشة الامامية سوك بصغير جدا من نوع انفينيتي يو ده هيكون خاص بالقامرة الامامية اللي هنتكلم عليها بعد شوية ولكن الشاشة هنا غير مزودة بطبقة حماية خاصة بالخدوش والصدمات مش عارف ايه النظرية فكرة من سامسونج ولكن خلونا نكمل مع بعض فبعد كده نروح للمعالج واداء الجهاز ونشوف الاداء هيكون عامل ازاي والمعالج اللي هيكون موجود فيه كمان هيكون معالج من نوع ميديا تيك اللي جاني عن التعريف طبعا هيكون معالج هليو بي 65 سوماني النواة وبدك التصنيع اللي 12 نانوميتر وكمان معالج رسومي من نوع ميل جي 52 ام سي تو الزاكرة العشوائية هنا في هاتف سامسونج راكسي اي 41 هتكون اربعة جيجا رام وذاكرة صلبة اربعة وستين جيجا بايت وقدر كمان هنا تزود الزاكرة عندك حتى خمسمية واتناشر جيجا بايت ودي حاجة كويسة جدا سامسونج عملتها بحيث لو انت عايز تزود الاربعة وستين جيجا فعندك امكانية ان انت تقدر ترفعها لحد خمسمية واتناشر جيجا بايت طبعا الاداة العام هنا هيكون جيد وشركة سامسونج بتستهدف بالهاتف بتاعها ده الفاء المتوسطة فخلونا بقى نروح بعد كده للقاميرات الامامية والقاميرات الخلفية اللي هتيجي في هاتف سامسونج جالاكسي اي 41 اللي هيجي بقاميرا امامية بدقة 25 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F2.2 وهتكون موجودة تحت سوك بصغير في الشاشة من نوع انفينيتي يو ازي ما قلنا من شوية الكاميرا الامامية دي هتدعم الاتش دي ار وتقدر تصور بها فيديو بدقة الفول اتش دي بالف وتمانين بيكسل وبسرعة تلاتين اطار في الثانية الواحدة كاميرا كويسة جدا وهتقضي معاك لغرض المطلوب منها بالزبط اما بقى بالنسبة للكاميرا الخلفية فهتكون كاميرا خلفية سلسية وبعدسة اساسية بدقة 48 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F2 والعدسة الثانية هتكون بدقة 8 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F2.2 للتصوير بزاوية واسعة الالترا والعدسة الثالثة والاخيرة هتكون بدقة خمسة ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F2.4 دي لتصوير العزل والبرتريف طبعا هيكون موجود فلاش ليد مدمج مع الثلاث كاميرات الخلفية ومن ناحية تصوير الفيديو فهتقدر تصور فيديو بالفين مية وستين بيكسل وبسرعة اطار تلاتين اطار في الثانية الواحدة وكمان بالف وتمانين بيكسل وبرضو بسرعة اطار تلاتين اطار في الثانية الواحدة والكاميرات هنا بتدعم وتصوير البانوراما بعد كده بقى نروح لعمر تشغيل الهاتف وحجم البطارية عندنا في هاتف سامسونج جالاكسي اي واحد واربعين البطارية هتكون عندنا بطارية لسيوم بحجم تلاتة تلاف وخمسمية ميلي امبير غير قابلة للازالة وبتدعم الشحن السريع بقدرة خمستاشر واطة كمان من ناحية مقاومة الهاتف للماء فهيدعم معيار الاي بي 68 ده لمقاومة الباء والغبار على حسب ما صرحت سامسونج بالكلام ده اما بقى بالنسبة للشرائح والمستشعرات فهاتف سامسونج جالاكسي اي واحد واربعين هيدعم شرحتين من نوع نانو سيم وهيكون فيه مستشعر بصمة الاصبع اللي هتكون موجودة تحت الشاشة ومش خلف الهاتف المرة دي وبالطبع بيدعم مستشعرات الجيروسكوب والتسارع والبصلة وكمان اما بقى عن نظام التشغيل اللي هيكون موجود في هاتف سامسونج جالاكسي اي اي واحد واربعين فهو اندروي 10 بواجهة مستخدم سامسونج واما اي 2 ومن ناحية الالوان بقى اللي هتوفر بيها هاتف سامسونج جالاكسي اي واحد واربعين فهيكون عندنا متوفر 3 الوان وهم الاسود والابيض والازرق وكمان بالنسبة لمواعد توفر الهاتف في الاسواق فحتى الان لم تعلن سامسونج عن مواعد توفر الهاتف اشتركوا في القناة